موسيقى مشاهدين يا كرام أو في الوطنية الأولى مساء الخير أهلا وسهلا بكم سنة فلاحية جديدة استقبلناها بأجواء شتوية مية بالمية درجات حرارة منخفضة خاصة خلال الليلة السابقة قيم حرارية دنيا تروحت من درجتين تحت الصفر إلى ثلاثة بالمرتفعات الغربية كانت من بين أربع إلى تسعة ببقية الجهات وأمطار بالشمال ومحليين بالوسط وبالجنوب ولكن عندها أكثر تأثيرات وفعلية كما أشارنا بأقصى الشمال على الكميات كانت 30 مليمتر بيت برقة بالنسبة لولاية جندوبة 17 حتى بعند رهم كمية أعتبر نسبيا طيبة 19 بنفزة من ولاية بازا 18 بسجنان من ولاية بن زرت بقية مناطق الشمال الكميات في مجملها كانت من مليمتر 1 إلى 12 أمطار محلية بالوسط من مليمتر 1 إلى مليمترين بالقسرين وبالقيروان وأمطار محلية بالجنوب سجلنا 3 مليمترات بجربة من ولاية مدنين مليمتر 1 بسفاقس تقريبا حتى ثلوش بالمرتفعات الغربية ثلوش بالكاف بساقة سيد يوسف بيتالا وبلغ سمكها 4 سنتيمترات بالقسرين خصاص الوضع الجوي لليوم نجمو أن لخصوها في تواصل تمركز نفس الكتلة الهوائية القطبية المنشأ بشمال الجزائر وحتى بتونس وليتتزامن مع مخفض لضغط الجوي غرب إيطاليا وليمزال يتعمق تدريجيا ويكتسب فاعلية كبيرة خاصة خلال الساعات القادمة تباعا لذلك لميز الوضع الجوي الليلة شدة الرياح رياح قرب سواحل أثناء ظهور الخلايا الرعدية سرعتها تتجاوز مواقعا 70 كم في الساعة البحر يكون نهائج وشديد الاضطلاب قيم حرارية تتروح من صفر إلى 4 درجات بالمرتفعات وتكون مبينة 4 إلى 9 ببقية الجهات ثلوش بالمرتفعات الغربية نزول أمطار مواقعا رعدية بالشمال ومحليا بالوسط ولينتواقع بيكون عندها أكثر تأثيرات وفاعلية بأقصى شمال نتوقع كميات محلية هامة يوم الغد إن شاء الله مازالت الأجواء بردة انخفاض درجات حرارة وليطالب مننا كل التأهب واليقظة تقريبا الحرارة القصوى في مستويات 6 درجات بالنسبة للقسرين والكاف نتوقع 9 بسليانة وبزغوان 9 حتى بجندوبة 8 درجات بباجة 12 بتونس العاصمة وحتى بنابل 11 بأقصى الشمال 13 بالقيروان وبسوسة 14 بالمنستير 13 بالمهدية بسفيقس 10 درجات بيسي دي بوزيد 13 بيقابس بمدنين تطوين وحتى رمادة أثناش بأقصى الجنوب 13 درجة بيكبلي وبتوزر 10 درجات بيقافسة نزول أمطار مواقة رادية بالشمال ومحليا بالوسط ثلوش بالمرتفعات وانتوقعوا فعالية الأمطار بشكون بأقصى شمال وممكن انسجلوا كميات نسبيا هامة بمناطق الجنوب تقص بارد ومحليا كثيفة سحب بالنسبة للملاحة وسيد البحري يتواصل الأعلام بهبوب رياح قوية سير مفعول بالنسبة لسواحلنا الشمالية منطقة إيسيرات وخليج تونس ريح تكون غربية فشمالية غربية بشمال سرعتها من 20 إلى 30 عقدة تتجاوز مؤقتا 40 أثناء ظهور الخلايا الرعدية البحري يكون هائج وشديد الاثتراب أموائز عالية يتراوح الارتفاع متاحها من 4 إلى 6 أمتار بخليج حمامات وبجاة السحل ريح تكون ملقطع الغربي سرعتها من 25 إلى 35 عقدة تتجاوز مؤقتا 40 أثناء ظهور الخلايا الرعدية البحري يكون هائج وشديد الاثتراب وبمنطقتها الشابة وجربة وصولا إلى جرجيس الريح في مجملها غربية سرعتها من 20 إلى 30 عقدة والبحري يكون شديد الاثتراب كالعادة لما دوكم فكرة حول حالة التقس ببعض المدن والعواصم الأجنبية أجواء دافية بين وقشط 30 درجة 16 بريبات 17 بالدار البيضاء تقس بارد مع أمطار بالجزائر الحرارة في حدود 12 درجة بالنسبة لترابلوس 14-21 بالقاهرة 28 بالمدينة المنورة سماء صافية بمكة المكرمة وتصل الحرارة القصوى إلى مستويات 32 درجة بالنسبة لبقية المدن العربية بالدوحة 23-23 حتى بأبوظبي 12 بدمشق 18 بالكويت 17 ببيروت سحب عابرة بعمان 15 درجة 16 ببغداد 14 بالقدس الشريف بالنسبة لبقية المدن الأجنبية بإسطنبول تقس بارد مع أمطار 7 درجات درجتان تحت الصفر بموسكو بعد السحب درجة تحت الصفر بفيانا 3 بامستردام 13 بيثينة تقس ممتر 8 برومة درجة تحت الصفر ببرلين سماء صافية بكوبنهاجن والحرارة لا تتجاوز الدرجة الوحدة بالنسبة لبقية المدن الأوروبية بلندن 6 درجات مع أمطار 3 ببريس درجة تحت الصفر بستوكهولم درجة أيضا ببروكسل درجتان تحت الصفر بجناف 8 بمرسيليا 11 بمدريد سماء صافية بلاشبونة والأجواء تكون أدفأ نسبيا تقريبا تصل حرارة قصوى إلى 14 درجة تطور الوضع الجوي خلال الفترات القادمة يوم الثلاثاء تتواصل الحركية تقريبا ريح تكون من القطع الغربي على كامل البلد قوية قرب سواحل وبالجنوب مثيرة للريمال والأتربة معتدلة ببقية الجيات تقسيكون بارد منطر بالشمال تقريبا حرارة قصوى تتراوح من 10 إلى 15 درجة أقل بالمرتفعات في حدود السبع درجات مع تواصل تساقط الثلوج بالنسبة ليوم الأربعاء ممكن فترات صحو تدريجية ظهر بعض الصحاب على كامل البلد والتي تكون أحيانا كثيفة بشمال مرفوقة ببعض الأمطار تتقلص حدة وفاعلية رياحة بسواحل شمالية البحر يكون مضطرب بالشمال شديد الاضطرافة مضطرب بالسواحل الشرقية وتتواصل أجواء بردة تقريبا درجة حرارة تبقى في نفس المستويات موعد الشروق والغروب اليوم الغد شروق الشمس بإذن الله يكون في الساعة السابعة و 31 دقيقة غروبها في الخامسة و 27 دقيقة لمزيد من المعلومات والأرشادات الموقع الخاص بالمعهد الوطني لرست الجوي تروا دوبلو في بوميتيو بونتين تبعثوا إرساليات قصيرة ولا تتصلوا برقم الموزع الصوتي 88-40-4-0 شكرا على حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر